السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم البنات؟ نتمنى تكونوا بألف خير وبسيحة رعا فيها إن شاء الله البنات لا تنسوا تابعنا وتفعلوا الجرس بجديد القناة و لا تنسوا تبارتها في الفيديو مع الأصدقاء لكم باش تعمل الفائدة إن شاء الله اليوم البنات جبت لكم وهذه الوصفة وهي الخبز المدفول باللحمات والبيض هذه أكلة معروفة في الجنوب الشرقي وبالطبط مدنة الراشدية وبالخصوص كتصاب ريساني أنا أريكم كيف يمكن أن تقوم بها كتصاب جبنية وزوينة وهي في الأصل تبطة في الفرن ولكن ليس مشكلة طيبة في الفرن والمقادة هنا لدي كيلو ديال البصلة شاء الله ترقيها جيدا وعصر صوم اللي ما دياله لكي لا يعجلنا الخبز لدينا نص كيلو ديال الهبراء كتصاب جدا كما ترى لكي ترى لكي ترى لدينا يارب عدل البيضاس بمسلوقي ومحكوكي وبالنسبة لي يريد أن يزيد اللوز راكي لحفيات اللوز وحفوكي لقاءة اللوز وحفوكي لترى قطع المضيق لدينا كبيرة لدينا ربطة صغيرة لدينا ربطة صغيرة لقد تقصدها لدينا شحمة لدينا نخطيار لدينا شحمة لدينا شحمة لقد تقصدها يحتاج السكين جبير والبزار والملحة لا زيت لا شيء اخرى العجين عادي هو عجين الخمر رواجة خامر فيها تقيق فورس و تقيق سبيسيال فينو عادي بحل الخبز غير ما يكون جريبا باش ما ينقرس الخبز سوف ينقرسه بطقيق فورس و ندخلها الفراني نضعه فيها بابيه قويسة و نبضعه على بركة سيدله أول ما نضع نضع لحم نضع لحم نضع لحم نضع لسكين جبير نضع لحم سوف نضيف الملحة سوف نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف الملحة السعيدة الملحة يضيف الملحة يوميا يسبب الملحة سيقوم برسطة حياة سلتبقى سلتبقى سيقوم برسطة كبيرة سوف تجرب الكمياء سيقوم برسطة المسجد سيقوم برسطة الدولة سيقوم برسطة الأفضل يجب أن نضع المفررات لا يجب أن نضع المفررات نضع المفررات نضع المفررات لا تجب أن نضع المفررات لايصنع المفررات لا يجب أن نضع المفررة يجب أن نضع المفررات في المصنون الذي أستطيع أن تسلع المالك في حلق الحم وهذا إلى المشكلة إذا أعطنا الغرار أضع هذا المالك في حلقة و أضع شكل المالك ينا سوف نضع الملحة نضع الملحة من الفق نضع الضوء نضع البزار كيف يريد أن يحرر الخبز حار يجب أن يحرر يجب أن يزيد الملحة كيف يحرر من الملحة السودانية يعني كيف يوكي نضع البزار نضع البزار من الفق في هذه المرحلة نضع الضوء نضع من الملحة نضع الخبز شكرا للمشاهدة نضيف الخبيضة التحتانية مع الفوقانية ونضيف الخبيضة التحتانية نضيف الخبيضة لنضيف الخبيضة أشترك الخبيضة سوف نفضي شعور حمام 11-11 خفز الثانية سوف نقرس بحراركة تحاول تزعي للك العمالة هذه الخبز تكون بها اضعنا نفع لتعوض الماء لكي لا تتعج الماء لكي شرب الماء لن تستخدم الفران لن تكون مجهدها جدا يجب أن نضع الخبز بالنسبة لكي تتحمل يجب أن نضع الخبز من الفران يجب أن نضع الخبز نضع الخبز من اللحم نضع الخبز للمعدنوس بحلقة مع البصلة سأخذ الشحيمة مع اللحم نضع البصلة واللحم واللبيض واللوس لذلك لا يوجد لذوء يجب أن نضيف نضيف اللحم بحلاكة مرحباً دعوني كل الحين يجب أن يضع كل وضي البقري قطعها مع الحم بحلقة نخلطها معها و نضع نضع البد نضع البد نضع البدار نضع البدار نضع السبب نضع البدار نضيف بصر نضيف بصر نضيف بصر نضيف بصر يمكنك ترمي بكثير البنس يكون هذا الخبزة من خرجنا فران نضيف بصر نضيف بصر نضيف بصر نضيف الاخر نضيف نضيف الخبز نضيف يجب أن نقوم بإضافة الوحيدة نحاول أن نقلصها المكسيمم لكي لا يوجد غليظة لكي لا يوجد غليظة سوف نقوم بتقيمة في الوسط كما قلت لكم نقوم بتقيمة بحراكة لكي يشرب لنا الماء التي تقوم بصلا واللحم تقوم بتقيمة الماء لكي لا تقوم بتقيمة الماء سوف نقوم بتقيمة الماء هنا لدينا خinkling لهذا الشم TRAدة والذي كانوا كانوا يلتغوه بيعظيمة لتحمر ونطلقون إنشاء شيء ن möglichst شيء كما كنت شرح لبنظ هذا الشخص보다 نهائي ونقطع كل الأن لنكترون لما تراكم كما تصمم شرح وسوف أن تراكم ونصم то here هذا سوف تقوم بتقيمة وبإضافة به فاكي لا تعتد dialog شكرا